في حلقة اليوم سنتحدث عن تجديد كرينيليوس موسيقى أعزائي من يافا عند البحر الأبيض المتوسط نواصل دراستنا في سفر أعمال الرسل في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن تجديد كرينيليوس قائد المئة كان الرسول بطرس موجود في يافا قبل يافا كان في لدة شفى شخص اسمه إنياس وهنا في يافا شفى بنت وأقامها من بين الأموات باسم طبيثة أي غزالة وكان على إحدى السطوح بجانب هذه الكنيسة ورأى رؤية ومن خلال هذه الرؤية الرب أرسله إلى قساريا ومن هناك سوف أتحدث عن هذا الموضوع يافا بلدة معروفة جدا كانت الميناء الرئيسي في أيام سليمان إلى هنا أحضر الأرز وأخذ إلى مدينة أورشليم أيضا القصة المعروفة في يافا يونان عندما أخذ السفينة من يافا وسافر إلى البحر سوف أحدثكم عن تجديد كرينيليوس من منطقة كساريا سأعود بعد قليل تابعون على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بوليس ونكتشف أيضا أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل أنا موجود في منطقة الميناء القديم الميناء الأول اللي بناه هيرودوس الكبير وما تراه الآن هذا الميناء بنوه أيضا بفترة الصليبية وكان في قيصرية رجل اسمه كرينيليوس ضابط من الفرقة الإيطالية في الجيش كان تقيا يخاف الله هو وجميع أهل بيته ويحسن إلى الشعب بسخاء ويداوم على الصلاة لله فرأى نحو الساعة الثالثة من النهار في رؤية واضحة ملاك الله يدخل عليه ويناديه يا كرينيليوس فنظر إليه في خوف وقال ما الخبر يا سيدي؟ فقال له الملاك صعدت صلواتك وأعمالك الخيرية إلى الله فتذكرك فأرسل للآن رجالا إلى يافا وجئ بسمعان الذي يقال له بطرس فهو نازل عند دباغ اسمه سمعان وبيته على شاطئ البحر أعزائي من منطقة قصارية عند البحر الأبيض المتوسط نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل في هذه الحلقة رح ندرس الإصحاح العاشر تجديد قائد المئة كرينيليوس هذا الإصحاح يعتبر نقطة تحول تاريخي في تاريخ حياة الكنيسة الأولى هذه البلدة تعتبر مدينة تجارية في أيام المسيح مدينة تجارية لأنه بنى فيها ميناء جميل جدا وتحدى الطبيعة بنى جدران حتى لا تأتي الأمواج بل كسر الأمواج من خلال هذه الأصوار المنيعة كان يعتبر من أعظم الموانئ وأيضا كانت تعتبر مدينة سياسية لأنه كانوا يعالجوا القضايا المدنية والسياسية في أيام المسيح في فلسطين في هذا من هذا المكان لأنه كانت قسارية تعتبر عاصمة فلسطين في أيام المسيح عاصمة الرومان تعتبر المدينة الإدارية فكل ما حول هذا المكان يعبر عن جمالها وعن روعتها في هذه المدينة كان أيضا يسكن كرنيليوس قائد للمئة هذا الشخص وصفه الكتاب وصف رائع جدا كان يخاف الله هذا وصف جميل جدا لشخص مؤمن بالله ويقول عنه الكتاب لا يحابي الوجوه يعني لا بيطعطى رشوة مهتم بالعدالة الاجتماعية عادل نزيه أي نظيف وهذا طبعا بيتكلم عنه كشخص خائف للرب بيوصف كشخص أممي اللي ترك عبادة الأوثان ورجع إلى الله أو إلى عبادة الله الحي كرنيليوس كان شخص متقي الرب كان يصنع حسنات كثيرة كان محب لله والناس أيضا وكان أيضا شخص عملي لأنه كان يساعد الناس اللي من حواليه من خلال وصف الكتاب له كان رجل صوم وصلاة كان يصلي لأنه كان يبحث ويطلب يريد أن يجد ويكتشف الله الشخص الذي يصلي أي يعيش بالقرب من الله طبعا بالنسبة للأمم حتى يكونوا من رعاية الملكوت أو من رعاية إسرائيل احتمالين الاحتمال الأول أنه يغير دينه هذا عن طريق الاختتان وحفظ ناموس موسى أو الشيء الثاني يعني ممكن أنه يحضر اجتماعات المجامع ويستفيد من ناحية كتابية ويهتم بطبعا النواحي الأدبية والإخلاقية لهذا النموس على ما يبدو أن كورنيليوس كان مهتم بهذا الشيء ويتأكد أنه الله هو الإله الحقيقي من أجل هذا آمن في هذا المكان الشخصية الثانية اللي في هذا الإصحاح هو بطرس الرسول بطرس كان موجود في يافا في لدة أقام إنياس أو شفا إنياس وكان في يافا أقام طبيطة التي ماتت وأحياها التي تسمى أيضا غزالة كان بطرس الرسول يتفقد أحوال المؤمنين ولسيما المؤمنين الذين اطهدوا في أورشليم وتركوا أورشليم ليسكنوا في عدة أماكن في هذه البلاد فكان يتفقد أحوال الكنائس وبطرس وهو جاء على السطح عند سمعان الدباغ كان أيضا يصلي وعندما كان يصلي شاف رؤية ملاءة نازلة من السماء والرب قال له قم كل واذبح قال لا أكل أو لم يدخل شيء نجس فمي الرب صحح مفهومه طبعا ثلاث مرات الرب يتكلم معاه يصحح مفهومه أنه اللي الله بطهره مش ممكن أي إنسان ينجسه وهون اتعلم درس مهم جدا بطرس كان على الرب أنه يهيئ بطرس الرسول بالواقع في عدة أماكن رب حاول يجهز بطرس ويعد لهذا الشيء أولا عندما علم عن شريعة الطهارة عندما كان يتكلم في الأنجيل ليس كل ما يدخل الفم ينجس بل ما يخرج الأفكار الشريرة وبالنسبة للرب كل البشرية هي نجسة هي خاطية في نظره فاتعلم هذا الدرس لكن في قيصرية فليبوس اللي هي عند سوريا هناك قال له الرب أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقو عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت بالفعل الله استخدم بطرس أن يفتح الباب لليهود في يوم الخمسين في أعمال إصحاح 2 الله استخدم بطرس أن يفتح الباب للسامريين في أعمال إصحاح 8 وهنا الله يستخدم بطرس الرسول ليفتح الباب أمام الأمم فكان محتاج إلى إعلان إلهي وتجهيز إلهي لأنه الأمم يعتبر نجس يعتبر غريب يعتبر خارج عن شعب الله أو عن رعاية الله فالله استخدم بطرس الرسول حتى يكسر الحواجز يفتح الأبواب وأن الأمم يدخلوا إلى معرفة وإلى خلاص الرب عزيزي سأواصل حديثة بعد قليل أي إنسان عاقل لازم يبحث الله ما عنده طرق وما عنده كتب بتناقض بعضها الله عنده طريق واحد وكتاب واحد كانت بلدة قيصرية أو ماريتيما تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 33 ميلا شمال بلدة جوبا وستون ميلا شمال غربي أورشالين وقد أهدى القيصر الروماني أغسطس قيصر هذا المكان إلى هيرودوس الكبير وفي الفترة ما بين عامي 25 و13 قبل الميلاد قام هيرودوس بتشهيد أطخم مشروع معماري له في ذلك المكان وكان عبارة عن مدينة مصممة على الطراز الروماني كما أن هذا الميناء أتاح للإمبراطورية الرومانية الوصول بسهولة إلى فلسطين فلم تعود الرحلة تستغرق سوى عشرة أيام وكانت قيصرية تضم 165 فدانا من المزارع والأراضي الزراعية كما كانت المدينة تفخر بامتلاكها مسرح ومسرح مدرج ومضمار لسباق الخيول والعربات وقصور ومباني عامة ومخاز واسعة ومناطق سكنية ونظام للصرف فمضمار الخيول كان يسع 38 ألف شخص وكان يصل طوله إلى 1500 قدم وعرضه 250 قدم لكن مدينة هيرودوس الجديدة كانت تفتقر إلى الماء العد ولهذا تم إنشاء مجرى ماء طويل فوق قناطر لنقل الماء من المنابع الموجودة على سفح جبل الكلمة وبعد وفاة هيرودوس أصبحت مدينة القيصرية العاصمة الجديدة للمقاطعة الرومانية اليهودية وقد كشفت أعمال التنقيب مؤخراً عن إحدى الصخور التي تحمل نقشاً كتب عليها بيلاطوس البونتي والي اليهودية أعزائي من قصاريا أواصل حديثي عن تجديد كورنيليوس أول أممي يأتي إلى معرفة الرب في سفر أعمال الرسل قبل أن أواصل حديثي على فكرة قواد المئات لهم قصة جميلة في الكتاب المقدس معظم القواد الذين ذكروا في الكتاب المقدس لهم قصص رائعة جداً مثلاً قائد المئة اللي كان في كفر نحوم هو اللي بنى المجمع وأظهر محبته لعبده وأظهر محبته وولاءه لشخص المسيح الذي قال لست مستحقاً أن تدخل تحت صقفي ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي هذا القائد كان موجود في كفر نحوم في قواد آخرين ذكر أيضاً في الكتاب المقدس في إنجيل لوقة إصحاح 23 عند الصليب قائد المئة قال بالحقيقة كان هذا الإنسان بار قائد آخر القائد الذي حذر الحاكم الروماني ومنعه من أن يسيء إلى بولوس الرسول في سفر الأعمال إصحاح 22 ثم القائد الذي أراد أن ينقذ بولوس أثناء سفره إلى روما في إصحاح 27 وهنا نرى كورنيليوس الخائف الرب المصلي الرجل الطقي كان من اللي يتكلم عنه الكتاب من أعظم قصص التغيير مركزه في قصاريا مركز رئاسة الحكومة في فلسطين كيف اتعامل مع الرب وقدم احترام وقدم ضيافة لبطرس الرسول والذين معه أيضا طبعا قائد المئة يعتبر شيء مهم جدا في الجيش الروماني حتى أوضح هذه الفكرة الفرق العسكرية كانت تتألف أو مكونة من 6000 جندي وكل كتيبة مقسمة إلى 600 جندي وكل كتيبة مقسمة أيضا إلى فصائل كل منها 100 جندي وطبعا القائد المئة هو القائد على 100 جندي الذي يعتبر الملازم الأول في لغتنا في هذه الأيام هذه الفصائل تعتبر أيضا العمود الفقري للجيش الروماني تتحرك بسرعة وتحاول أن تحمي بسرعة أو تهجم بسرعة فكانت تتميز أنها العمود الفقري لكل الجيش الروماني طبعا حتى الإنسان يصل لهذه الدرجة قائد المئة ينبغي أن يخوض عدة معارك ويثبت بجدارة أنه حصل على هذا الامتياز صفات القائد طبعا من أهم صفات أنه ينبغي أن يكون شجاع ينبغي أن يكون محنك وأيضا متزن لأنه في موقع قيادة لازم يكون عنده ولاء وانتماء تام للجيش وطبعا للإمبراطورية الرومانية أو الحكومة قادر على الدفاع وقادر أيضا على التبات قادر أن يعطي قرارات وطبعا عادة الشخص الذي يصل إلى هذه الدرجة لازم يكون مثقف عنده إمكاني أن يتكلم أو يتحدث بسلطان أيضا واضح هذا مظهر من حياة كورنيليوس كان من كتيبة إيطالية أي كتيبة محترمة جدا موجودة متمركزة في هذا المكان هذه قصة جميلة عن قواد المئات كورنيليوس كان يخاف الله كان يصلي وبطرس كان يصلي في يافا عند سمعان الدباغ الله تعامل مع صلوات بطرس برؤية والله تعامل مع صلوات كورنيليوس أيضا إذ أرسل له ملاك يا لإحسانات الرب ويا لمقاصد الرب وتعاملاته الفائقة لا مش ممكن يترك إنسان جهز بطرس وجهز كورنيليوس لهذا اللقاء التاريخي العظيم أن البشارة تصل إلى الأمم من هذا المكان سأواصل حديثي بعد قليلة جاءه صوت يقول له يا بطرس قم اثبح وكل فقال بطرس لا يا رب ما أكلت في حياتي نجسا أو دنسا فقال له الصوت ثانية ما طهره الله لا تعتبره أنت نجسا وحدث هذا ثلاث مرات ثم ارتفع الشيء في الحال إلى السماء وبينما بطرس في حيرة يسائل نفسه ما معنى هذه الرؤية التي رآها كان الرجال الذين أرسلهم كورنيليوس سألوا عن بيت سمعان ووقفوا بالباب ونادوا مستخبرين هل سمعان الذي يقال له بطرس نازل هنا؟ كان بطرس لا يزال يفكر في الرؤية فقال له الروح هنا ثلاثة رجال يطلبونك فقم وانزل إليهم واذهب معهم ولا تخف لأني أنا أرسلتهم أعزائي ترك بطرس يافا مع بعض الإخوة وجاءوا مسافة تقريبا خمسين كيلو متر عند البحر هنا في قصاريا حتى يتحدث مع كورنيليوس السؤال لماذا لم يدعو كورنيليوس قائد المئة فليبوس المبشر وهو يسكن في هذه البلدة؟ ذكرت أن بطرس له مكانة وأهمية عظيمة جدا في تاريخ الكنيسة الله أعطى السلطان الرسولي أن يفتح الأبواب كما ذكرت فتح الباب لليهود ثم السامريين وثم أيضا الأمم متمثلة بكورنيليوس قائد المئة لكن رسول الأمم هو بولوس الرسول الله استخدمه وفرزه خصيصا لهذه الدعوة مبتدئا من أعمال إصحاح 13 حتى نهاية سفر الأعمال نرى أحبائي أن بطرس جاء بإعلان سماوي برؤية ولاحظ أن الله كلمه ثلاث مرات وهو على السطح في بيت سمعان الدباغ في كل شيء فيه ثلاث مرات معناته لازم يكون فيه تأكيد بطرس أنكر المسيح ثلاث مرات الرب يسوع سأل بطرس على بحير الطبرية أتحبني ثلاث مرات وهنا ثلاث مرات لتأكيد الحقيقة أنه غرض الله دخول الأمم في شعب الله غرض الله أن يعلم بطرس الدرس الذي لا ينتسى عندما قال له كل وذبح أنه ما في نظر الله أي شيء نجس فمن بعد معلمه الدرس ترك وجاء بالفعل وتقابل مع كورنيليوس كورنيليوس تكلم معه وقال له أنه كيف أن الملاك بالتحديد طلب أنه أبعث أو أرسل ورائك بالإسم فإحنا مستعدين وابتدأ كلمنا من كلمة الله ففتح بطرس وفاهو وتكلم بعضة من أروع العضات تعتبر قمة في التواصل والتفاعل مع الناس وبطريقة بارعة جدا وصل إلى قلوب السامعين كورنيليوس أحضر كل عائلته أقرباءه وأنسباءه كان شخص عاوز أن يسمع لأنه الفكرة هي كانت فكرة إلهية عاوز أن يسمع إيش الرب عاوز يتكلم ولما اتكلم بطرس مع كورنيليوس وبيته حدث شيء الذي يعتبر الدليل والبرهان والتأكيد أنه قبله الرب امتلأوا بالروح القدس وابتدأوا يتكلموا بألسنة جديدة وهذا واضح أن الموهبة حلت على الأمم أيضا وطبعا علم ووعز كثير بطرس وبعدين قال ماذا يمنع أنه يعتمدوا فالمكان قريب على البحر عمد كورنيليوس وأهل بيته وانضموا إلى عضوية الكنيسة بل بالأحرى انضم إلى شعب الله وهنا النقطة الحاسمة الفاصلة تاريخيا أن الأمم رسميا دخلوا في شعب الله فإذا ماذا نتعلم من هذه القصة نتعلم أولا أنه لا فرق بين اليهود والأمم في نظر الله شيء ثاني نتعلم أنه الكل نجس أمام الله سواء كنت متدين سواء كنت خاطئ أثيم سواء كنت بتعمل كل الأعمال الحسنة كما كان كورنيليوس قال له أرسل هو يكلمك بكلام خلاص أو كنت إنسان عايش في كل بشاعة الخطية وشيء آخر المخلص يسوع المسيح يبحث عن كل خاطئ كل خاطئ يبحث عنه وكل شخص يبحث لابد أن يجد الله وعندما تجد الله لابد أن تكتشف أنه الله هو الذي يبحث عنك بالواقع من خلال هذه القصة نكتشف أنه كورنيليوس كان شخص متواضع جدا طريق التعامله مع بطرس وولاءه وانتماءه كأنه فكرة عسكرية فكرة الولاء والخضوع والطاعة طلب من بطرس أن يكلمه لأن الله بيكره المتكبر وواضح أنه كان متواضع لأنه كان بيطلب الله بكل تواضع كان شخص نبيل جدا لما بتدرس كيف اتعامل مع بطرس الرسول أحباء دعني أقول لك هذا الشيء مهما كان الإنسان متدين الخلاص هو بيسوع المسيح الله عنده دياني واحدة فقط لا غير كما قال بطرس عندما وعز له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا في آية 43 كان على الله أن يعد بطرس لهذا الحدث العظيم فإذن ما هيش فكرة كل الأديان بتوصل إلى الله يوجد ديانة واحدة يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح كما قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه فالله هو الإله الحقيقي ويسوع هو المخلص الوحيد والكتاب المقدس هو كتاب الله الموحى به الدشتور والمرجع اللي ممكن أن نتعلم منه فإذن بالنسبة للرب ديانة واحدة إما أنت تكون في داخل الدائرة في المسيح أو بتكون خارج المسيح فهذا القرار هو لك وصلي من كل قلبي أنك تتخذ القرار كما فعل كورنيليوس أن تؤمن أنت وأهل بيتك أنا موجود في مسرح روماني قديم كان يعتبر ملعب مشهور في أيام هيرودوس الكبير كانت تقام الألعاب الرياضية في هذا المكان ولسيما مصابقات الخيل والمركبات أيضا من هذا المكان عزيزي في الختام أريد أن أقول هذا الشيء بكل تواضع وبكل محبة الله لا يحابي الوجوه الله يحب الجميع لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية عندما أقول أنه دياني واحدة أقصد مش تعصب ولا تزمت ديني الله يحب الجميع فأنا أيضا أحب الجميع أيضا بغض النظر شو خلفيتك شو ديانتك أو شو مكانتك في المجتمع لكن أي إنسان عاقل لازم يبحث الله ما عنده طرق وما عنده كتب باتناقض بعضها الله عنده طريق واحد وكتاب واحد إله واحد مخلص واحد إما تكون في المسيح أو خارج المسيح يقول الكتاب الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن أي المسيح كلمة الله لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله رأينا قصة تجديد معجزة غيرت الحدث التاريخي إنه ابتدأت الكنيسة ضم من كل الشعوب ومن كل الأمم والكنيسة هي جماعة المفديين بدم الرب يسوع المسيح الخطاء الذين تركوا العالم وجاءوا حتى يكونوا شعب واحد من كل الشعوب من كل الأمم من كل الخلفيات أعزائي قال الرب لإبراهيم في القديم في سفر التكوين لصاحة الثاني عشر بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض وهذه البركة تمت بواسطة الرب يسوع المسيح الذي ضم كل الشعوب والأمم هذه الصورة الجميلة نراها في سفر الرؤية من كل الشعوب القبائل الألسنة سوف تكون في السماء مع المسيح يسوع في الختام سواء كنت متدين سواء كنت خاطئ ما تجادل ما تناقش ما تحاولك بس تجادل بطريقة عمياء أنت صلي للرب قل له يا رب إذا أنت موجود إذا أنت المخلص اعلن ذاتك ليه الرب أعلن ذاته لعدة ناس ممكن يعلن شخصه وذاته لك الله يحب الجميع لكننا خطى في نظره ونجسين تعال إلى يسوع اللي أخذ مكانك ومكانه مات على الصليب وقام من بين الأموات حتى يعطيك تطهيرا لخطيات افتح قلبك له آمن وإستلم عطية الله لحياتك هذه العطية هي الحياة الأبدية مقدمة لك وصلي من كل قلب منك تصلي وصلي أيضا أنك تنضم في هذا الشعب تكون شعب للرب من كل الشعوب والقبائل والأمم حتى أسمع منك إلى اللقاء والرب إيبارك في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن الرسالة إلى الأمم هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقاقة التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على نور 1-800-280-3288 أو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة